اشتركوا في القناة الثالث في عالم افلام باد بويز بعد الفيلم الاول اللي كان حقيقي حلو جدا والفيلم التاني اللي كان كويس مش عايز اصلمه اقول انه كان وحش كان فني يعني لان تواجد ويل سميث ومارتن لورنس فاي حاجة في الدنيا الحقيقي ده مخفيف يعني حقيقي حاجة حلوة ان احنا نتفرج عليها يعني اما بقى فكرة الجزء التالت ديت فالغاية قبل ما نبتدي نتكلم عليها النهاردة انا حقيقة ما كنتش متحمس لها خالص ولا بتابع افكار اخباره ولا عارف ايه اللي بيجرى فيه على الاطلاق ولكن برضو الوا لما سمع ان فيه تريلر مقدرش يمسك نفسه الحقيقة متوقع عرضه في 17 يناير 2020 حلو وتبقى بداية حلوة في السنة ولو ان برضو الموضوع ده ابتدأ يسبب مشاكل في ان من ساعة لما جيت اوت قسر التقليد جيت اوت وديت بول وورا بعد الحقيقة قسروا التقليد بتاعت ان موسم الشتة ده موسم واقع وما فيش افلام عيدة بتنزل فيه الميزان بتاع السنة تشقلب شوية بقى الافلام الحلوة بجد اللي هي بتجمع مبين الجاذبية التجارية وما بين انها افلام وراها افكار كويسة او فيها اجتهاد في بعض النواحي بقت كلها بتروح في يناير فبراير مارس وبعدين نقرب من الصيف بقينا بنشوف املط الافلام اللي في الدنيا ونفضل ماشيين على هذا النمط لحد ما موسم الجواز يلحقنا واحتمال موسم الجواز اصلا ما يلحقناش كمان فباد بويز هو اللي هيسحب بنا المطور من يناير 2020 عادل العربي وبلال فلاح ايه ده ايه اسامي المخرجين الغريبة دي الهي بالنسبة لنا احنا اسامي المخرجين المفروض انها مألوفة انا ليه بقول عليها غريبة مش عارفة عادل العربي اسمه عادل العربي عمل ايه قبل كده شفتوا حاجات من الحاجات دي قبل كده رجالة بالاشتراك مع بلال فلاح ده رفيقه في كل افلام اوكي فهما بيخرجوا كل الافلام مع بعض احنا من الاخر الفيلم ده حيساعدنا على التعرف على صنع افلام جدد بالنسبة لنا يعني عادل العربي ده موليد 88 يا حستي والتاني موليد 86 بلجيان فيلم and television directors بلجيكيين فحتلاقي اصولهم وانا هنا بتقمص دور كابتن متحة شلبي بكل الوضوح اللي في الدنيا مغربة على طول كابتن متحة شلبي لما سمع عن موني قرر ان هو اسمه مونير ومن المغرب وعليه حكم اما على مستوى السيناريو فعندنا عدد من الاسماء وانا لما بشوف اسماء كتير في السيناريو الصراحة بتدايق يعني عندنا كريس بريمر وجو كارنهان وجورج جالو وديفيد كوجنهايم وانتوني تامباكس هو الفيلم ده بيتحدى قدرتنا على النطق الانجليزي ليه كريس بريمر عمل ايه كريس بريمر ولا ايه حاجة ماشي جو كارنهان اهو ده اللي عنده عنده في المغرفي والله عنده ده شيء يحترم جدا عنده ده ايه تيم معنا كده انا هو اشتغل لفترة طويلة مع اخونا اسمه ايه ده ليام نيس ماشي ده راجل اكشناوي جامد جدا جورج جالو ده اللي عمل بات بويز الاولانين يبقى هو في الاخر داخل الكاركترز اه ده الراجل اللي استبلش الكاركترز فمدينه كريدت لكن يبدو ان هو مش كتب حاجة في الموضوع ديفيد جوجنهايم او جوجنهايم سيف هاوس في الموحش ستولن في الموحش عالبركة 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 ده هي دخلة مظلمة باين عليها وانتوني تامباكس وورير واو يلا بينا نتفرج على التريلر اللي كالعادة ما شفتاش ولا مرة هشوفها معكم دلوقتي الاول مرة فيلا بينا طيب احنا حصلت معنا مشكلة اتفرجنا على 47 ثانية من التريلر والصوت كان مقفول فانا هتفرج عليها تانية معاكم دلوقتي اول 47 ثانية بس اللي شفتوهم قبل كده من دقتين بالزبط والباقي ما شفتوش فعشان بس تبقوا معنا في الصورة ويلا بينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر